موسيقى سلامات في أغنية للفنان الكبير محمد عبدو اسمها الأماكن بيقول فيها كنت ظن وكنت ظن وخاب ظنة من أقصى المشاعر على الروح هي لما تحسن الظن بإنسان ويصدمك بالعكس خيبة الظن كتير قاسية لأنها بتكون من القريب مش من البعيد من ناس آمننا فيون وثقنا سلمنا شكينالهم من خدلان الآخرين فخدلونا ناس فكرنا إن عرفناهم لكن اكتشفنا إننا منجهلهم فكرنا إننا منهم اقراب اكتشفنا بلحظة إنهم غربا حاربنا فيون الدني حاربونا هني والدني خيبة الظن موجعة مهما حاولنا نجملها ونستقوي عليها مهما حاولنا نلبس الطوب المنتصر فيها كسرة خاطر ما حدا مننا نجي مننا لكن الشاطر هو اللي بيتعلم مننا ليصير يغني كنت ظن وكنت ظن وما خاب ظني حتى لو إنه بعد الظن قتم تقولوا الله من الفن والمجومية إلى الإلحاد إلى الإيمان والاعتزال وصولاً إلى مبشرة بالدين الفنان المعتزي لباسي ماشو القصة نسمع باسيمة أهلاً وسهلاً فيك شكراً باسيمة مش قصة مزيفة رابعة بس باسيمة اسم أرتيستيك اسم فني بقدر استخدمه وين ما رحت بفيدني وين ما رحت هي عم نحكي فنياً بفيدني كيف ما برمت ما بيزعج حدا ما بيضيق حدا لابن بالعكس بولا بتزعج مسيحياً إيه بس باسيمة اسم ممكن مين ما كان يسمعه يعني إذا بدك لهجة بيضة اسم أبيض سهل ممتنع للجميع وما بيزعج حدا ففنياً واحد بيكون هيك عم بيفكر إنك تختاري مش أنا أصلاً استي سيمون الله يرحمه ليه خطاري الاسم وبالفعل كان اسم على مسمى هو خطاره لأن دايماً مبتسمة تخليتي عن اسمك المسيحة لتختاري اسم ناطر هيك محايد مش تخليت على اسمي بالعكس كنت مكبشة فيه وكنت عارفة يوم ما بدي أرجع على حقيقتي بده يسقط القناع ورجع حقيقتي الفن القناع ايه شهرة قناع طبعاً طبعاً الليلة قصة مين رح نسمع قصة بولا ولا قصة باسمة الليلة قصة بولا من هي وصغيرة إلى وقت صارت نجمة ونجمت بالفن ومن بعد الفن ماذا حدث أصعب مرحلة كانت بحياة بولا في قصص حلوة في ذكريات حلوة ربيعة بس أكيد بيجي معا هيك كم شغلة بتوجع نواقص بالعيلة قصص مش كل شيء الإنسان من هو وصغير بيحصل على كل شيء يعني منك خلقاني أنت ملعى الضهب بتمك بس خلقاني بعيلة مسيحية خلقاني بعيلة ما عزت شيء خلقاني بعيلة وبيضايعة كتير حلوة يحشوش يحشوش كتير حلوة وعيشت شوي من الطفولة حلوة كل ما بتكبري كل ما طفولتك بتكبر معي يعني بلش تخسري من إذا بدك العذرية براء طفولتك وبراءتك مي سرق لك طفولتك باسمة؟ في أشخاص وفي أحلام أحلام كانت أكبر مني بس في أشخاص كمان يعني كان في تحرش جنسي من أنا وطفلة يمكن بكرة بس يحضروا الحلقة بفكر الأهالي والأقرباء حيقولوا أوف معقول بولا ولي ما خبرتين بما هو الأخبار ما بتتخبر ما فيك تخبرين أوجاع بتحطيهم بقلبك تعرضتي لتحرش جنسي ايه من حدا من المقربين حدا من الأقرباء ايه بس أنه كنا صغار يعني لهو كان يفهم له أنا كنت أفهم وكتير بتصير يعني مشان هيك هوني هيدا إذا بدك باب اللي نكون عم نوعي أنه دايما التحرش أو الاختصاب بيجي من أقرب الناس لألك عدوك أهل بيتك بديك تخديها قاعدة خاصة من أنت وصغيري يعني لا حدا بيعرف شو هن المصايب اللي بتصير لبعدين ولا حدا بيقدر شو بده يصير فحتى الأهل ما عرفوا يعني تخيلي قديك ما خبرتي وقت أهل نعم هو خبرين القصة شو صار تحديدا هلا نحن وظهار بيصير فيه كتير أغلال قد كان عمرك ما بتذكر صراحة يعني بس بعرف أنه كنت صغيرة وأنا ولا مرة حكيتك فيه هذا الموضوع حكينا فيه سمح الرب أني أحكي فيه هلقد فيه أوجاع دفينة لازم تطلع بقى لبرا تطلع لبرا بنسميه تحرير من الوجع فأنا اليوم من عندك من منبرك بقول نشكر الله خي عم بتحرر من أوجاع دفينة ما قدرنا نحكي فيها وما قدرنا نقولها عم بعلينا اليوم بكل جرأة وكل شجاعة وبكل فخر تحييت أني تعرضت لتحرر الجنسة من أنا وصغيرة شو صار تحديدا وقتا ملمسة مدعبة عدة مرات يعني والشخص أكبر مني كنت كنت مستغربة شو عم بصير معك جيت ما كنت عافية لا هيدا الشخص استدرجني لشي بدو يفرجيني شي وأنا تلمانة كنت كتير أكبر من عمري وكنت مهضومة وكان عندي كاريزما سبحان الله من أنا وصغيرة يعني الرب عطيني كاريزما فبدو يكوني نجزب وأنا طفلة يعني فمعرفت لوين أخدني بس أخدني لمطرح فيه مداعبة وفيه هكي قصص يعني هربت مرح تقلت لحدا ما خبرت خفت أول شي انضرب خفت من الوالد الله يرحمه كان كتير قاسي وكان كتير يخاف علينا أساوته كانت خوف علينا مش قاسي هيك على الفاضي فقلت ليش لقى أكل قتلي خليها بلعتها سكرت عليها كم مرة صارت كررت مرتين ثالث مرة خلاص صرت عم بخاف يعني أنه أدركت أنا وطفلي عرفت في شي خطر في شي مش مظبوط عم بيصير أنه لي عم يستدرجني لي عم بيقعدني لي عم بفرجيني قصص لي عم بفرجيني صور لثالث مرة ما عدت رحت واختفات يعني وهو اختفى خاف ما أكون بدي خبر بس أنا ما خبرت كتير قريب كتير قريب كتير قريب بيوجع هالشي ما بعرف كيف مرأوا معي رابعة ولا واجهتي ولا مرة بعدين بس كبرت لا لا بس هو اليوم موجود معي على الفيسبوك بس عادة سمحته غفرت له عادة بعضه فرند معي على الفيسبوك يعني هو كبر وأنا كبرت وبعضه عادة موجود هلأ رجع يبين أكتر قدي ترك فيك أثر ولا شي أمدا أكيدة نسيت قلتلك أحلامي نسوني أوجاعة أصلا تحققت أحلامي بكير يعني دي لعج دي ستان دي ستان أنت سبعة عشر سنة سبعة عشر سنة عم بغنة تحشد غنات خمس لغات حديتي بيك باس ما بيك كان أغسي طبعا كيف رحتي على الغناء جرأة قلتلك كان عندي جرأة كتير كتير قوية وحتى أنا كنت غنوشة البيت يعني أنا كنت كتير بحس أني بموني على أني أطلع من البيت وما يعمل لي شيء ولا حتى يدقرني وطلعت من البيت لأوين رحتي؟ رحت عند خالتي اتفقت أنا وياها قلتلك أريد أن أغني وزبطت وزبطت المشروع وغنينا لكن أريد أن أغني أخوتي كلهم أصواتهم حلوة الوالد دفنهم بيحشوش خوفت عليهم كان في شخص كتير قريب مني هيك ست محترمة بحبة كتير ربتني شوي مش كتير بس كانت كتير قريبة مني قلتلي كلمة وبقيت براسي ومنسيتها كيف قالتك؟ جيت من المدرسة عم بغني بتزقف لي على البالكون بتقلي ليكي يا بولا أنا يمكن مطولة كتير يمكن موت بكرة أنا صحتة منا منيحة ما تخلي بيك يدفنك متل ما دفن إخواتك بيحشوش دفن مواهبهم طبعا دفن المواهب أنه مش ليقذي بالعكس هو برأيه أنه هيك عم يحمينا لأن إحنا كتار سبع بنات فحقه يكون قاسي وما يخلينا نغني هو عم يحميك من الفن وما قدر يحميك من التحرش لا أنا ما عرف لو عرف أكيد كان صارت قصة كتير كبيرة مشان هيك أنا ما كنت حب الفضايح ما كنت حب كنت خاف أصلا طفلة بريئة صحيح بفهم ذكية بس أمامتان أنا طفلة يعني شو بدي يخبره يعني شو بدي يصير فيه يعني يمكن يحط الحق علي قدرت كتير قصص فأحلامي نستني هالوجع وفي وجع كانت تاني كمان كمان أحد الأقرباء حوال مرتين يخنقنا ليخلص مني خلص أنا شخص يخنقك جسديا بالتكية يس بالتكية يعني بالكوسة قتل محاولة قتل محاولة قتل محاولة خنان ليه؟ يعني أنا كنت بالضيعة رابعة إذا بدك بولا الرأس الشرقي بولا الغناء بولا سوليست بالكنيسة بولا كل شيء يعني أنا كل شيء بالضيعة فكان فيه أكيد غيري ومكروها من يعني الأقارب طبعا بس أولا مقلت لك أعدائك أقربائك اللي حاول يقتلك هو طفل يمكن عم بعبر عن غيري أكيد مش محاولة قتل عن سابق إسرار من شخص راشد لا طبعا لا طبعا لا ما فيني أقول هاك بس اللي بقدر قوله أنه طفولي هاك محاولة قتل تحرش وتحرش جنسي وهاك يتبخروا ينتصوا هاك ينتصوا كرحت يحشوش بسببون لا مش بسببون كرحت يحشوش أنه بالنسبة لقلي كانت ضيعة فكرت هي المشكلة يعني كانت ضيعة بالنسبة لقلي مسكرة مانا مفتوحة مانا أوبن ما بتخليك تنطلق بعيدة عطول عنا مشكلة ترانسبور اه إذا بدنا نشتغل اه في الترانسبور كيف بدنا ننزل اه إذا شتت الدنيا بدت تطلش سكرت الطرقات يعني قعدنا بالبيت لا تعقدت من قعدت البيت تعقدت من الزربيت تعقدت من شيء اسمه ضيعة لا أصر بدي شيء وانفتح بدي انطلق ما حدا يوقف قدامي بدي غني خلصت عندي هون خبريني عن مشوار النجومية كله سرقة اف شو يعني سرقة سرقت الوقت سرقت طفولتي سرقت عمري كل شيء سبقني سبقني الوقت كله يلا 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 بسرعة 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 تفقت أنا وخالتي عشت عند خالتي البست لتيابة أخدت كنترا غنات كان كتير هك هكتك هكتك كله بس ما يعرف بي بس ما يعرف بي وصلت بعدين عالف عارف ولم ما عارف هددني بالقتل اف اي لأنه بالنسبة لقلنا فوق كل الجيل القديم رابعة بالنسبة لقلهم الفن شيء وصمة عار ونحنا سبع بنات فكيف بدوا يهدينا إذا عنا بدوا يغني يعني السبعة بدوا يغنوا فمشكلة جبيرة لقالوا يعني شو بدوا يلحق عليهم عامين بدوا ينتبه وأنا الصغيرة اطلع اكسر له مشيقته فلا فكرت بشيرتي اي طبعا خلص لأنه حتى هدف براسي بده يوصل بده يغني بده ينشهر خلص بقى راديو عم بسمع وأتمنى كون محل بسكال صائر ومحل فلاني بده يحقق هدفي تركت الدنيا كلها تركت التقديم تركت المدرسة يعني عملت كل شيء بسرقة كله سرقة كان سرقت كل شيء وأول طريق النجومية كانت أول طريق النجومية كانت بالأجنبة باولا لأنه كتير اشتهرت ضغري ضربت ضغري مشيت ضغري بلشت طلع مصاري وقف لقيت حالي بسنة ووو عم طلع كتير مصاري صار عندك بيت وسيارة صار عندك بيت وسيارة ونزلت أخواتي صرت أنا الصغيرة عم نزل أخواتي وساعدهم شغلي يعني فبلشت حس بسقة بحالي أنه قداي أنا أنه استعملت صوتي لك صوتي لين وديني يعني لو بقيت فوق كنت متت مثل أخواتي وبلشت أشتغل إلى أن بقيت شي ست سنين تقريباً خمس لغات بغني سبانيش فرنش إنجليش إيطاليان بلاس كنا نغني سرقة عربي ممنوع كنا نغني عربي إلى أن بيجي ستوديو الفان 92 بيتحدوني بيقولولي تغني إنجليش أنت ما بتعرفي تغني عربي وأنا هون كنت عاملة غنية أنا وليسر رحباني ألا يرحموا أول غنية الأكسنت طبعي مبين أنه ما بعرف ألفوز عربي صوفت تحدي وتميزت وزبطت معي ونقشت معي إلى أن استاسيمون طلب مني أنه أنا وقل كفوري نمضي كونترا مع بعض أنا رفضت وقل قبل كونترايات لأنه كنت بالسجن بدأك تردني على السجن آه أنت هلقاء متمردة من أنت طبعاً نو معيشي بحبس ممنوع نغني طب هالمواهب وين بدأت تروح لأي ممنوع غني أنه لا ما فيك تمنعني منعت أخوتي لم أمضيتي مع سيمون أسمر اللي بالوقت اللي كان يصنع نجوم صانع نجوم ولكن مش صانع أصوات ومواهب بس بوقتها كان بينقال لسيمون أسمر لا أنا إيه أنا ما عندي حدا كبير كان لهالدرجة دفعت تمن لا هو دفعت تمن بالعكس يعني هو اللي رجع بعدين بس صرت مع روتانا وعملت غنية تضوبني دوب ودربت الغنية رجع طلب وراي وبدو اجتماع ملح معي لا بالعكس بالعكس مشيت أموري كتير رواء يعني وكنت كتير مرتاحة مع نفسي وطلب وراي ورجعت جيت تخيل قبداي متصلحة مع نفسي ورجعت جيت قلت له على شرط ما تقلي كونترا ما حدا بيحبسنا ما صدقت طلعت من الحبس بك ترجع تحبسنا ما يحبس يحشوش إلا حبس الفن إلا حبس الكونترا والعقود ولا لا دخيلك حرة بيبقى معك ملحقنا بلشنا شغل ما عد مش الحال ليه لأنه أنا كتير صح حتى براسي بدي أمشي صح بالفن ما بدي ساوم على شي هيدا كلام ملغوم أنا كتير صح ما بدي ساوم على شي شبت قصده يعني ما بدي ما بدي أخسر حالي طلب منك تنازلات للمصول الفن كله تنازلات رابعة مش أول مرة من أولى كلكن بتقولوا هالعنوان الفن كله تنازلات لا أنا ما بدي أتشبه بحدا أنا عم بيحكي حقيقة وبكل جرأة بقوله ما بيهمني بقول الفن فخ شون طلب منك عطييني هيك بالوقائع بالوضوح يعني أنت تحت ديماً إغرقات وأعصاب يا بتقبلي أو لا بتقبلي منعملك ألبوم ما بتقبلي بتقعد بالجرور بتقبلي شو؟ بتقبلي أنه تعملي البدنيات عملينا البدنيات تنازلات جنسية تنازلات جنسية تاخدي هالقد ما صاري بس بتكوني رفيق تفلان ورفيق تفليتان وهو دي أنا ما تربايت عليه يعني شيء بالنسبة لقالي يعني برفضون أنا هذا كلام كأنه يعني باسي مع منحط كل الفنانات والفنانية بنفس الحانة يعني صوتك لمفترضي وصلك مش جسمك ولا تنازلاتك الجنسية لا لا ما هو الفن مش هيك عنا للأسف ما نحنا كمشين الفن بطريقة غلط كيف الفن؟ يعني بره الفن مشين صح بيطلعوا الفناني بيعملولا أغاني بيدعموها من اليوتيوب ومن أغانية ومن ألبومات طب ببل شو يعملولا بيهتموا فيها على الآخر دقاء أزاد نحنا هون الفن عنا سلعة باية عشرية رابعة ما بيضا تناني حكوا فيها ما واضحة يعني اليوم تطلع فنانة شو بتلبس بتبيع شو بتلبس بتصير طيب لبس شو بتغني ما الموسيقار ملحم بركات آلا يعني آلا بوضوح بيقلوا يمكن فيه تناني بينعدوا على الأصابع ما ساوموا وعندهم أصوات بس الشركات ما بدهم أصوات بدهم شي تاني ذكر اسمك؟ ذكر اسمي خبروني كان على حتى إذاعية فأي معوها اليوم انت زي ما بتنضي كونترا وبتساومي على حالك وعلى جسمك وعلى شكلك وعلى كل شي ما بتصير نجمة وكتير هينة وكتير سهلة وكتير واضحة خلصتهم وكتير فيها اتهام للفن أنه عالم في رذيلة العالم أكيد فيه رذيلة فيه شر لأنه الفن الرب خلقوا فنون جميلة ولكن الانسان هشموا الانسان غير له معالم الفن بطل فن نضيف رابعة صار الفن ملوث صار فيه تلوث حتى الأغاني إذا بدك تسمعي عم تتلوثي ما بقى فيه غنية تقولي خي أنا تجلق ليه أنا إذا بدك اسمع شي بسمع جوليا خي رواء أغاني حب رواء نضاف فيروس خي صباح الخير الفن حرام يا طير حرام إذا استخدمناه بالحرام قلتلك الفن هو بالأساس يعني خلي الرب خلقوا نضيف خلون جميلة خلينا أخذ أغنية مثلا لعوائل كفوري زكرت وائل لإليسا لنسي عجرم لما عم بحكي بالساحة الحالية ما بدي أذكر حدا أنا اليوم إذا بدك أسمع إذا بدك أسمع أغنية بسمح لنفسي أسمع شي نضيف ملوث دينتي لأن هلقد لأن كل ما تقربت من الرب ما بعد فيكي تسمعي أغاني بتتعمقه لما بتاخد الكنز من تحت الأعماق بتبطل تاخد الكشور السطح هولي من فوق الزبدة البيضة هيدة بتبطل تعني لك بسمح واحدة يعني فنانة صوتة رائع ليه اعتزلت مش أنا اللي اعتزلت مين اللي اعتزل هو اللي عيطلي الرب اللي عيط قبل ما يعيطلك مرحلة ما قبل الاعتزال لوين رحت إذا بدي كانت فترة بالساحة الفنية مطلعين حكا إيشعات إنه أنا طلقت وأنا كنت عم بنفا بس أنا كنت بهيدا الوقت أنا وجوزة ما كنا بوفاقتين على شي كتير سخيف إنه وصلنا لمطرح إذا بدك السمم سكرة فوقنا ما بق في شي زابط خلص الفن عندي زوجك كان مدير عمالك بهيدا المرحلة أكيد صعب يكون الزوج مدير الأعمال لا حماية ما بيعيق الوصول إذا بدك إذا بدنا نقول علميا كفا الزوج بالنسبة للي عم يطلبوك بعيق بس أنا بالنسبة لقلي زوجي كان حماية لقلي درع لقلي يمنع النجومية؟ لا لأن النجومية إذا هني متل ما هني بيفسروها أكيد بيشوفوه مانع لنجومية بس أنا حصن لقلي كان ودرع لقلي وحماية لقلي زوجي حتى أنا كنت أفرض يقولولي ممنوع الزوج يقولون ما في حفلة إذا ما في زوجي تخيلي بتقليلي فن هيدا فن كلمال هيك وقفة حفلاتك؟ لا مش بس هيك كلمال هيك صار في شوية تحروبات من مين؟ شركة روتانا كمان نفس الفكرة نفس الأسباب كله هيك لأنك ما عم تقدمي تنازلات فبالتالي في حول كله هيك رابعة طب انتي قلتي لي أنه بفترتك أنت مش على وفاق انت وزوجيك وشو صار؟ لفت أنك تفكر أنه في عائلة خلص بلش تخاف من بكرة صار في خوف صار في يقاس اتملكني اليقاس كيف بدنا نشتغل كيف بدنا نعمل معقول اسم باسمة هيك يقف طب لي؟ عرفت أنه في رجم رجم شجرة مسمرة بدت ان رجم ولا ممكن يشوفوك ناشحة إلا ما يرجموك سقطت تعبت تعبت نفسيا لوين وصلت بالتعب وصلت لمطرح أني التجق لرجل دين عندي بالرعية خلينا ما نحكي بالله شو؟ خبريني أنه نحن عنا بالمسيحية أي بتقول الكل أخطأ وأعوزهم مجد الله يعني ما حدا مننا صالح ما حدا مننا كامل فأكتر الناس اللي بيتجربوا هن أشخاص القريبين من الرب والأشخاص اللي بيتقربوا من الرب شو الخطأ اللي يتكبوا معي بكهل الرعية فاليوم اللي بيتكبوا معي نصيحة من رجل دين إنه دخيلك شوف شو بدك تعمل معي نعم بيقلي شوفي معارفك عندك كتير معارف وإنت بهيدا الوقت هرباني من الخطيئة عم تهرب من الخطيئة وما بدك تخطي لأن هي الخطيئة بتجيبلك مساري طيب أنا ما بدي مصريات الخطيئة طيب بطلع لعندك بيقلك هرباني من الخطيئة ما بدي مساري حرام بيشجعي بتشجعني احكي معارفة ايه ايه عندك معارف سياسية ايه عندك معارف سياسية بس بهذه الثانية اللي رجعت فيها باكية على البيت رابعة بصدق بحب أولى من عندك من هون أولى صدقيني صرت قلو يا رب ذكرني باسم لأن هي آخر خرطوشة عنده شو يعني بدي اتذكر اسم بقلو قلو ساعدني عندي مشكلة وقع بمشكلة مادية انو أنا ما بدي ساوي معاشية بس إذا فيك تساعدني ولا اسم الرب سمح يذكرني من محت الماموري كله عندي الداتة كله راح تبع معارفة سياسية معرفت لنين بدك تلجأي ولا اسم شو صار وقتا طلعت شي لفوق قلت له يعني صليت 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 ما في استجابات وكنت مفكرة انو أنا بقدرت وصلته بزكاية وصلته بصوتي وصلت مفكرة انو كل شي مني وكل شي مش مننا كفرت لا ما كفرت ما كفرت بس قلت له أنا بشك انك موجود فاين أوكي منشوف شو منعمل تحديتين اي اي عم بتحديين فكرة حالي قصة كبيرة يعني أنا هالييجو اللي عندي يعني شغلة كنت رجعت عالبيت بالمرة دمرة عالاخر هون بلشت دور براسي أوكي تسكرت هون تسكرت عاستراليا تسكرت هونيك تسكرت هون طلعنا عند رجل الدين كمان سكر لي اياها بده يردني على الخطيئة وانا هرباني من الخطيئة احلى شي الواحد يروح يروح يفل يعني ايه فكرت بالانتحار طبعا قلت شو ده أعمل بعد عم بتعذب وعم بتعب خلاص قلت ما في شي ما في الله ما في شي ما حدا يقل لي الله محبة لا محبة ولا بلوطة ولا شي خلاص خلصت عندي هون يلا خليني بلش فكر بلش تخطط كيف بده يروح كيف بده يكب حالي كيف فقا لا ها لا لا بس علا اللي بيخطط ما بينتحر اللي بده ينتحر بفيلم من دو ما يقول هلأنا لأنت كان عندي شي من جوا حلو اقدر ارجع علي يعني في تربيت ربيت علي عما خافت الله عاعة اف وعيه فجأة فيي وعيت هيك مثل واحد تحطوله ضو أبيض وعيت اه قلت اه خليني إلا لالبون العامل المنزلي ايه القديلي حدا حدا يكون معه خبر بدي انتحر بس قلت لي وير مادام قلت لي ايرونو ما بعرف بس ما قلت لي رايح انتحر عم خطط كيف بروح بعمل حالي عم بركض بكب حالي قدام السيارة لا تعرفوا شو هلا واحدة بنيتنا عالي بكب حالي كمان لا ما بدي الولادي يشوفوا كيف بدي أعمل بلشت خطت 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 يوم بعد يوم يوم بعد يوم والبون عم بتصليلي ما كنت تتطلع بولادك بزوجك يعني ما أنا سكرت بوجي لأنه أنه زوجي مدير أعمالي طيب ما بقى فيه شغل ما بقى فيه حفلات طيب من وين بدنا نجيب مصاري لنعيشهم إذا رجول دين بيعرفني ما ساعدني طيب أنا لوين بدي روحي آه بدي أرجع وروح لعندهم ودقلهم وعوزهم وأنا واتنازر طيب ما عزتهم هلأ بدي عوزهم لا بدون يستضعفوني بدون يقولوا لي إيه اللي هونيك وهيدا اللي هونيك ما بدي إيه أنا لا خليني أخلص حياتي وأطلع نضيفي أنا هيك بفكرة أطلع نضيفي لعنده وخلص ليش تا وصخ حالي وخليني روح لا معلتي ما حدا سقلين هيك هيك ما حدا سقلين أنا مفكرة أنا حدا سقلين خليني ارتاح وريح خليني هيك برتاح وبريح شو اللي غيرك شو اللي ردك اللي رجعني بتنتقل الماما فجأة كمان ضو قوي بيضرب بوجه توفت شو هيدا قلت شو يعني مش نقصني بعد تراميات وصدمات بحياتي من هون ومن هون وتسكرت وبدي طلق ومش زبطة معي بقى بالفن وسكرت بوجه السماء سكرت وكمان الماما هوني على الآخر بطل فيه الله ما حدا يقلي بقوصه ما بقى حدا يقلي الله بقوصه إذا الله محبة متل ما عم بتقوله ما بياخد أهل ما بياخد أشخاص عزيزة بس أنا ما فكرت هيك وما بتفكري هيك ما بتكوني بالفن وبتكوني بعز الشهرة وبالجاه وبالأضواء بتفكري الدني الأهل ما بيموتوا الدني خالدة وانت خالدة وما بتموتى وانت من ترى بودود بتفلوا بتتبخرك البخار وما حدا بيعرف فيك يعني وبينسوك تاني يوم بتفلي بينسوك ناكست غيرك بليلة بيها الليلة بيها الليلة اللي توفت فيها الماما كان إذا بدك جسر عبور إلى الصدمة إلى الواقع وعيد امي تموت الله ما قيله لأ كمان أخدت اللي أمي لأ تخنتها يعني خنقتني على الآخر تخنتها بيزا تخنتها معي هلا لما توفت الماما في شي صار في لحمة بيني وبين جوزة شي هيك حلو صار وقردي هو عاطفة جدا وبيتوتة كتير ومنحب نحنا بعضنا بس في شي نكسر رجع تلحم بالموت تخيلي حضرة لم سيبك جمعتكم حضرة حضر رجع هادي بي حلو راحت الماما رجعت أنا وجوزة رجعنا على الأدوية المهدئات على شهر شهرين ثلاثة شهر بتجي ليلة الخطاس هيدا ليلى أصعد ليلى بحياتي أنا بعتبرة وبهالليلة أول مرة كنت بصرخ اوه اتنزلت وصرخت شو هالشي المهم أنا تقتنازل واصلخ أول ليلة كنت بركع بحياتي ما بركع أنا أول مرة كنت برفع إيدي ما بعرف أنه بيرفعوا إيديهم ليستقبلوا بركات السماء رفعت إيدي ركعت وكنت كانت بكاء الطفل لأول مرة ببكي مع شهقة ومع وجع ومع صريخ صريخ بركع الأرض رابعة وبرفع إيديه وبيقول له بعدني بشك إنك موجود بس إذا أنت موجود فرجيني إنك باي بقولوا عنك باي بس أنا بشك صرخت من وجع قلبي آخ قلت له شوف شو بدك تعامل إذا أنت باي بتحديك بتظهر لنفسك وتتدخل وتشيل كل الأفكار اللي أنت حار من راسي وتخلصني وتخلصني أول مرة كنت بقولها ما بعرفش يعني خلاص أصلا وتخلصني تخلصني من قرفة قلت له وعيت لقيت حالة ركعة أصلا معرفت ركعت لقيت حالة ركعة لقيت حالة باكية لقيت دموع دموع أنهار 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 على وجه نزلت سألت بنتي قلت له جاية مام سمعته شي قالت لأ قلت له قف غريب بس أنا صرخت على البالكون قلت له لأ أمام ما سمعنا شي كنت عم بتصلي على الواطئ قلت هيدا صرخة جديدة علي شي جديد ما عم بعرف شو هو شي حلو بس ما عم بعرف شو هو تاني يوم بخلص الجيم وبرجع لعند صديقته صديقته بتكون متعرفة على جماعة العنصرة الجديدة هيدا الجماعة موجودة كانت حد بيتي إلى جماعتين وبين جماعتين بلتقى فيهم وبرفضهم بلتقى فيهم وبرفضهم رجع أشاق الرب أني أقعد عند صديقتي عندها محلتي بشتري من عندها وأصحاب كتير أنا وياها وكانت من فن ذاتي وتروح تحضرني وتزقف لي بتقلي في هالجماعة مليانة فرح كفاكة حزن ورفت شوفك عم تبكي قرفتيني بك وحزن ويأس فوت تفرحي لك شي شوية قلت له هلأ جوا في فرح من كل عقلك أدقى لي بصلي بحياتي ما فرحت هلأ بدي أفرح وفي مصار كتير وما في سعادة وفي فراغ وما في فرح هلأ هالجماعة بدأت فرحني مين بيكونوا يعني قلت لي والله جماعة مليانين فرح أنا فتت وفرحوا لقلبي فتت فتت شو شستي قالت له فتت رح فوت وآخر خرطوشة مين هنه جماعة العنصرة الجديدة جماعة العنصرة جماعة موصلية تؤمن بتعليم الرب يسوع وتؤمن بعمل الروح القدس شو بيعملو هالجماعة مين هنه بيصلوا جماعة قلتلك موصلية مؤمنين لي مش لي مش يعني احنا بنعرف المؤمنين بروحها للكنيسة ولا بدي يكون في جماعة خاصة اسم العنصرة الجديدة ما هي الجماعة جماعة مؤمنين الكنيسة هي جماعة مؤمنين الكنيسة مش حجر لي ما رحتي على الكنيسة لي ما رحتي عند جماعة يسمي حجر الله غير محدود رابعة انا ما بفتش على الله بالقودة بس انا وين ما بدي فين يلاقي الله بس ما ربنا موجود وين ما كان هلأ موجود بياناتنا وعم يسمعنا ربنا موجود اذا انت تحت الشوار ربنا موجود انت وعم تكتب ربنا موجود انت نحنا وقاعدين هلأ مع المصورين مع الجميع موجود الله غير محدود ما فينا حده بكنيسة بحجر ما فينا حده بجامع ما فينا حده ببيت ما فينا حده بمغارة لا الله غير محدود شو بتفرق جماعة العنصرة الجديدة عن جماعة شهود يهوى نحن مؤمنين بالرب يسوع ونتبع نتبع الكتاب المقدس غير المحرف ولكن هن الله يبركون شو بدنا فيهم نحن أصلا بقولولنا لما بيدوا تقولكم شهود يهوى على البيب لما تفتحولهم وفهمك كفية العنصرة الجديدة مش ضد الكنيسة أبدا الكنيسة موافقة نحن جماعة مؤمنين مصليين أكيد والبابا موافق وكله موافق أصلا البابا هو اللي حبز فريق الكاريزماتيك المتجدد بالروح القدس أن يصلي طب باسمة البعض بيقول باسمة فاتح دين على حسابه دين تركت الفان وراح تفتح الدين على حسابه دين لأن الحق افتح دين أنا من حق احكي بالمخلص طبعي بس أنا ما بفتح دين أنا بحكي بالمخلص يسوع المسيح بس أنا ما بحكي دين أنا ما بعرف احكي دين تحولتي من فنانة من الفنانة باسمة إلى المبشرة مبشرة ومرنمة كان فيك تكوني مبشرة مرنمة وفنانة أنا شاصية ما بتصبط معي لأنه بحب الرب أكتر من الفن معجو درومة بتغني بترتل بالكنيسة هي حبة هي حبة تظل عم تعرش بين فرقتين أنا ما بدي أعرش بين فرقتين أنا والله تعرش بين بدي أعبد الرب بدي أتلزز فيه لوحده ما بدي حدا يشاركني فيه بس عم تتهمي مش حرية شخصية عم تتهمي عبير نعمة ومجد الرومة بيعرجوا بين فرقتين لأنه لا تعبد ربين جوابة إليك هن بيعبدوا رب وبيغنوا وبيرتلوا بالكنيسة لأنه إله المال إله يبت عبد المال بقول الرب يبت عبد إله الفن ليس عبادة للمال الفن جمال الله جمال والله بيحب المال هو عبادة مين قالك بيعبدوا المال المال إله بس مين قالك بيعبدوا المال ومصل كل الشرور مين قالك بيعبدوا المال لا أنا ما عم قول هن بيعبدوا أنا عم بحكي عن جنرال بس مين قالك أنه هيدا الإنسان بيعبد المال إذا كان بيغنك لا لا فيك باسمة خلينا عن هيك نحكي الأمور دكر كان فيك تغنى وتكون فنانة ملتزمة لا تعبدين المال وتكون مباشرة وترتلب لك باسمة عم تقولي كان فيك اي بس أنا ما بدي ليه ما بدي لأنه بدي بدي بس الرب بحياتي ما بدي شريك آخر بقلبي إلا الرب يسوع بي بقلبي ما بدي حريتك هيا حريتك مشان هيك قلتلك أنا بحترم ست ماجدة وكل الفنانين وكل اللي عم بيغنوا بعضهم وبيصلوا بالكنيسة بيحترمهم هيدا حريتهم الشخصية ولكن أنا بتجي لقلي أنا لا أنا لا تعبد ربان موجودة ومكتوبة أنا عم بحكي شي بالإنجيل الرب يقول لا تعبد ربان ما فيك تكوني عم بتصلي الصبح عم بتقدس الصبح تروحي باللال تغني تسمعي كلمات إغراءات وتشوفي قصص قدامك ولا ممكن ما يقطع مشهد مغرق هيدا رأيك ولا ممكن ما يقطع مشهد مغرق نواي ما حدا يقلي إنه أنا ما كنت مرتبة بالفن ما كان فني رابطي بس ما عالطريق فيك تشوفي مشهد مغرق بمسلسل تلفزيوني فيك تشوفي إيه بس أنا يمكن بيدور عبادة فيك تشوفي أنا بقصد ما اتواجد فيهم أنا لابدي صلي بدي حب ربي ولا بدي روح دلنس نظري ودلنس سمعي ودلنس حواسي بالناس عم بتقلي يقبرني جمالك مثلا بالنسبة لإيه صار التلوث صورتي عم بتشوفي الفن حرام مش حرام الإنسان عالم الإنسان وعالح نزعوا ربيعا ما كان حرام نحنا اللي نزعناه عملناه سلعة هلأ هلأ مثل ما هو خيأ نحكي هلأ بلنا عم بصير الأغاني الكليبات الفن الحالي حرام حرام إذا استخدمتي بغلط إذا استخدمتي صح لا يعني أنا عم تقلي لست ماجدة وعبير ومين بعد ما بعرف مين بعد سيدة فيروس بترتل سيدة فيروس كمان غلط أحلى الأغاني يعني بمطرحهم بس هني حرين ورتلت إنه يضلوا يغنوا ويصلوا أنا لأ أنا بدي كون أنا صلاة بس إما لو لم تكوني متزوجة كنت عملت راهبة يمكن ليش لا ليش لا لو كانت دعوة إيه بس ما دعيني الرب والراهبة دعيني كون رسولي عم بشر باسمه عم بوزع أنا جيل وعم بخبر عنه ماذا صنع بيا الرب مرنمة مقدمة برامج روحية تخيلي من مقدمة برامج أنا كنت عندي برنامج كمان كنت أقدم برامج على اي ار تي وبرامج ترفيهية كنت أقدم برامج وحتى عرض علي بالام تي في برنامج مع هلال مر كمان على الام تي في لأنه اعتبروا أنه صوتي إزاعي بس بوقتها كنت أرفض لأنه الفن كان كافي زوجك روحاني مثلك؟ هلا ايه أكيد أخدتي على جماعة العنصرة؟ العيل الرب يسوع جذبه مش أنا أخدته عايشين زوجين عايشين زوجين ولا عايشين حالة روحانية؟ التناس هو هيك انسجان روحاني زوجة رائع صار يعني توقم توقم للرب أما أنا وأهل بيتي فنعبد الرب الليلة بعد فن أي فن كيف تطلع مصاري؟ كيف تعيشه؟ كان مدير أعمالك بطلت أنت تغني بطل هو عم يشتغل في شي ما بيعرفوه أنه بنك الملكوت بنك ربنا شو بنك الملكوت؟ بانك ربنا في ناس ياما بيكون عندهم بيلتجوا إلى ربنا بس ما في ما في شو؟ ما في فلوس في فقراء بالمعنى يعني المادي للكلمة هني ممكن أغنياء النفوس وعندهم إيمان كبير أمين مملقيين لأكله؟ التياه كفقراء لشيء لنا ونحن نغني الكثيرين في فعيش؟ عيش بنعمته ببركته عيش بالبركة هلأ خي دخيلك بتطلع مصاري من التبشير؟ لكان لكان أكيد بتطلع فلوس من التبشير؟ أكيد يعني تجارة؟ لا أنا ما ببيع أنا جيل بتطلع فلوس لساعد شيء ليش قلتلك أكيد؟ كيف يعني؟ صرت بغير ضيعتيني 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 صرت بغير مطرح بتطلع نفوس بتخدمي أنا بخدم أعراس بروح على أعراس بالكنيسة بخدم أعراس بالكنيس بعمل عمادات بعمل بديكة بس أكيد أسعار مش خيالية على تيك توك شو عم تعملي باسمة؟ على تيك توك عم ببشر لا أنت موجودة على منصة بتعتبريها يعني الشيطانية عيدة المنصة الشريرة تيك توك؟ تيك توك خراب بيوت تيك توك لو أنا شخصيا لو ما عم بشر عليها أنا ما بفوت عليها ولا ممكن ولا بخلي أولادي حتى يفوت عليها صدقيني رابعة شيطان متكلم مش أخرس لهالدرجة ما فيك تتخيل أنت وعم تعملي سكرولينج طب لماذا أنت موجودة على منصة فيها لأنه بدبشر لأنه شو بدأترك الشيطان يحكي لحاله؟ شو بدأترك الشيطان يحكي بالأولمبياد؟ بترك الشيطان متل ما هو عم بيلبط بالعالم يعني ويخرب العالم ويفكك عيال؟ لا أكيد أنا يمكن يمكن لحالي ما بقدر أعمل شيء مش أن هيك منقوله يا رب أرسل فعلة يرسل معنا فعلة يعملوا مثلنا في كتير مبشرات شو رسالتك باسمة بالحياة؟ أنه بشر بالمسيح اللي خلصنا من الانتحار ممكن ترجعي على الفن؟ لا 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 أبدا؟ ما بتحني؟ ولا سنس بالمية لما تشوفي فنانة هيك بعمرك من جيلك بالفترة اللي انشهرتي فيها رابعة إضاءة نجومية سفر بقلك شيء بقلك شيء رايحك وريح المستمعين والمشاهدين ما في راحة بجزر المالديف بس في راحة عند المسيح مين قالت ما في راحة بجزر المالديف؟ مش على المالديف راحة؟ ما لقيت راحة لأنه المشكلة وين ما رحتي رح تخديها معك مش الأماكن اللي بتريحك زمنك مرتاحة من جوة ومتحررة من أصنامك الفنانات عادة لما يعتزلوا بيطلبوا من الجمهور شيلوا صورنا شيلوا الفيديو كليبات ما بقع بدي كون موجودة أنت طلبت من فانزاتي؟ لا لا بلعكس بعضهم موجودين تسمعي أغانيكي؟ بيبعطوا ليون لغاية اليوم صديقيني أي أحب غنية ع قلبك؟ من أغانيكي؟ يعني هلأ أنا بحب شو عبالي أو حلم الطيور حلوين حلوين بس مش للمغنى بقى عبالي اسمعون منك عبالي اسمعون منك عبالي اسمعون منك أطلع عبالك تسمعي صارت صعب علي أني غني هيدا شي عم جد هيدا شي رغبة إذا بدك عاكل حال لو غنيت هكون عم غني له حلمي حلمي الطيور غني فوق الغصور وعبر كل البحور وانسى عالم جنور يلي هو الفن وداوي قلب مجروح عايش من دون حلان وتبقى معي ونروح تاينسان الزمان حلمي حلمي الطيور غني فوق الغصور وعبر كل البحور وانسى عالم جنور وداوي قلب مجروح عايش من دون حلان وتبقى معي ونروح مجروح يا حبيبي وما بنسك وتلوّعني بأ fed twenties أ хозя buying ما بكون والغير الرب ما بكون هاي القفلة مشروع قديسة باسمة أكيد أكيد ربيع الخولة صار أبونا طون يا الخولة ممكن تعملي عجايب لا مش لهذه الدرجة بس بقدر الرب يقول نحنا قدرين نعمل أعمال ولا بل أعظم من أعماله بس بقدر صلي لأشخاص صلاة تبتشفي أشخاص لأنه مجرد منك تآمن بالرب يسوع وتعترف أنه هو رب ومخلص على حياتك قادرة هذه الآيات كلها تتبع كل مؤمن شي مرة صليتي لحده وشفيه طبعا أكيد هيدا شي بعزيكة مش لا تتمجد أنت وتمجد ذاتك شفت الفرق بين الفن ومع الرب بالفن عم تمجد الأنا مع الرب تموت الأنا بس بالفن بتطرحي ناس كمان اي اي بس عم تمجد حالك تساعد الاخرين أيضا حالك أنا وأنا وأنا بدي بيّن وأنا بدي أطلع وغنيتي وبدأ تضرب مع الرب تموت الأنا سعيدة كتير أسعد إنساني أسعد إنساني على وج الأرض بصدق الفنانة المعتزلة الإنسانة المرنمة المبشرة المرنمة باسمة نعم نورتيني بشو القصة كان حوار ممتع جدا حقيقة لا يمل منه شكراً لقلك إنك هل أدبحت بشو القصة الليلة شكراً رابعة لقلك نحنا مش أول مرة من التقع أنا اليوم قبلت قلت نعم بدي أطلع مع رابعة بس لوصل وقول إنه كل القصة هو الرب وقصتنا كلها هي محور الرب وإذا غير هيك ما منكون مؤمنين حقيقيين مش إن هيك قصة كلها غير قصص كل الناس قصة كلها هي عن المخلص الرب يسوع شكراً لقلك باسمة ها هيدي كانت باسمة الفنانة اللي انتقلت إلى الإلحاد والمحاولة الانتحار أو التفكير بالانتحار ومن ثم الاعتزال والآن هي مبشرة شكراً لقلك باسمة شكراً لقلك باسمة شكراً لقلك باسمة